السلام عليكم صباح النور على الجميع مرحبا بكم مجددا إن شاء الله تكونوا بخير تكونوا بصحة جيدة سامحوني هاد الغيبة اللي ممكن رح تطول وممكن إن شاء الله هنرجع يعني قاربا إن شاء الله إن شاء الله هنتو ما تكونوا كلوا بخير وتكون يعني الدخول المدرسي للولادكم كان على أحسن ما يرام إن شاء الله يا رب العالمين اليوم جيت غير بهذا البلاتو تعل الحلوة التونسية لأخواننا وأخواتنا التونسا اللي يعني يبدعوا في حلويات ما شاء الله ورح إن شاء الله نتقسم معاكم في الأيام القادمة إن شاء الله الوصفات اللي باش نوصلوا لهذا الحلوة هذي طبيعة الحالة الحلوة رح تبدأ بيعني بوصفات تاع قاعدة كما نقولوا بعض لازم الناس سيروا كيفاش عايتوا لهم الأخوان أخواتنا التونسية عايتوا لهم الشحور رح نشوفوا مع بعض كيفاش رح نعملوا العاجئين تاع المكسارات اللي منها البندق والوز والبستاش الفستق وبعد إن شاء الله نقول لي وننديروا الأنواع اللي نبغي وحنا الأحلى في حلوية تونسية أن تبدعي كما تحبي يعني كاين قواعد كما أي نوع من الحلويات كما حلوياتنا الجزائرية قاعدات وأساسيات وكلاسيكيات اللي يعني حلوية تقليدية ما نقدرش نبدلوا فيها بزاف وهما كيف كيف حتى هما ولكن هذه الحلويات هي بدون طهي هذا هو الحاجة المليحة سيكون ما كانش فيها الطياب وتبدعي كما تحبي أنا بدعت على حسب يعني كم يقول كنسبيراسيون اللي كانت عندي في الوقت هذاك وعلى حسب الموجود إن شاء الله تكون هذا البلاتو هذا يكون يعجبكم ونهديهو لكم مناسبة الدخول المدراسي مناسبة الرجوع للعمل مناسبة هذا العام الدراسي الجديد إن شاء الله يكون حلو كما هذه الحلوة ويكونوا ديامكم كاملة حلوة وسعيدة إن شاء الله يا رب العالمين ونعطيكم موعد في اليام الجاية إن شاء الله راح نتلاقوا ورح نرجع ندير فيديوهات إن شاء الله كانت شوية واحد الوقت خذيت راحة ورح نرجع بإذن الله نتقاس معاكم وصفات كثيرة بإذن الله إن شاء الله ورح نتقاس معاكم ويعني أنا نحيت من هذاك السفر من هذا القناة باش ما نخلطش الأمور إن شاء الله راح ندير القناة تكون مخصة للسفر ويعني لا دي كوفيرت يعني كما نكونوا مسافرين وإن شاء الله وهذه تبقى غير مخصة للطبخ وخاصة الحلويات يعني بصيفة عامة هي الحلويات اللي تغلب على هذه القناة هذه بما أنه أنا يعني هذا عمل تاعي بعد كما نقوله اختصاصي حلويات ونقول لكم تبقى على خير ونعطيكم موعدين إن شاء الله ودمتم في رعاية الله وحفظي وإن شاء الله ما تنساوش كي العادات تتقاسموا للقناة راح اللي بدأت تتكبر بفل الله بإعانتكم وإن شاء الله تدعمونا باللايك والكومنتير باش نكملوا ونشجعوا إن شاء الله نتشجعوا ونعاود نمدلكم وصفات أخرين نتقسموها معاكم ودوم إن شاء الله هذا المحبة وهذا كي ميقول إلى اللقاء السلام عليكم